في شاب من محافظة بقعاء قام بعمل بطولي عندما أنقذ حياة شاب آخر سقط في خزان ما الشاب اللي قام بالإنقاذ فني طوارئ عاطل اسمه عوض بن حمد البقعاوي وأنشأ له مجموعة من المغالدين هاشتاق باسم فني طوارئ ينقذ حياة شاب قد سبق ذلك خلال الشهر الماضي حادثة مماثلة عندما قام تريج القحطاني بنقاذ رجل تعرض لإطلاق نار في أحد أسواق العاصمة الرياض وأشاد المغالدين باللي قام فيه وأنه يستحق التكريم وذكر البعض بحكم النهاطل يستحق التوظيف بعمله لأنه من ذوي الكفاءة وكاد الوطني يستحق الاستثمار اللي أنا أعرف إلى الآن أنه ينظم لي من حايل الشاب اللي قام بالعمل البطولي عوض بن حمد البقعاوي هلا يا حمد عوض يا هلا وغلا أول شيء بشرني أنا سمعت لو توظفت أي حمد الله يا رب لك الحمد والشكر هذا هم شيء هلحي طيب علمنا قصة السالفة دي كلبه ويشلي صحيح الحمد نحن طلعين بمنتزة أي بمحافظة بقعة أي أنا وأصحابي فيه ناس كانوا جلسين بجنبنا طبعا أي طلعوا هم يبيرقون فيه خزان عندنا طوله 40 متر طلعوا هم هو أصحابه وراحي بيصور فوق بالأعلى أي طبعا يوم طالع فوق زلت حدا رجليه أي وطاح بخزان طوله تحه ثمانمتاء أو وسمعت من أصحابه يطلبون الدفاع المدني والهلال الأحمر رحت أنا وأخويها قمنا يعني مستعجلين رحنا يامهم وجيت لقيت الدفاع المدني والهلال الأحمر عندي بالموقع أي ودخلت أنا ورجل الدفاع المدني طبعا هم هو درج يعني ضيق مرة والله يعني يعني يعطاني القدرة على صغر جسمي طلعت أنا ورجل الدفاع المدني فوق إلى الأعلى هم هو يصير تاحي عندنا تاحي بخزان ما في يعني درج أو سلة مننزله جبنا مننا حقنا الدفاع المدني سلم أحبب من حابل أحباء سلم حابل ونزلنا له أنا ورجل الدفاع المدني وعطيته الأسعافات الأولية وضمدت رأسه لأن كان رأسه مفتوح من هنا ضمدت رأسه بشاشات وطلبنا النقالة من حقنا هلال الأحمر وجابوه لنا الدفاع المدني لأن الهلال الأحمر ما يقدر يستطيع يدخل لأن المكان كان خاطر مرة وجابوه لنا حقنا الدفاع المدني بعض الرجال كانوا فوق جابوه النقالة ونزلوه عندنا تاحه وركبنا فاهد الله يشفيه إن شاء الله فالنقالة طبعاً وربطناه بأحبال وسحبناه فوق إلى الأعلى يوم جاء فوق حسيت أن النفس عنده ضايق وطلبت استوانة تكسجين جابوه لي وأعطيته فاهد ما شاء الله الحمد لله والشكر أعطيته لكل أسعافات الأولية كم جلست فترة القاعدة أولاً؟ تقريباً يمكن ثلاث ساعات ثلاث ساعات أنت تشتغلوا في الموضوع أي ثلاث ساعات الله يجزاك خير الله يجزاك خير كيف وضع فهد الحين إن شاء الله طيب آمن إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله طيب إن شاء الله زرته لا والله كان بالعناية المركزة أظن أنه أمس أول يوم طالع بصراحة عمل بطولي والله عوض إن شاء الله أني بزوره أول ما أطلحي من الخبارية بمره والله نعم يا عوض صراحة عمل بطولي نشكرك عليه وين توظفت؟ بالهلال الأحمر تعزمنا عشان توظفت وحاب أقدم شكري للأمير فياصل بن عبد الله بتوظيفه بالهلال الأحمر هو بعد الحادثة وظفوه كلنا حسومتنا الرشيدة هلا هلا طيب تعزمنا بعدين ها عشان نتنو وظيفة وحاب أقدم كل شكري للأمير فياصل بن عبد الله طيب تعزمنا ها شلون أقول تعزمنا عشان هذه الوظيفة أمشرب عزك أمشرب عزك يعطيك العافية عوض بن حمد البقعاوي اللي أنقذ واحد كان يعني الله يجزاك خير يطول أمرك وهذولا شبابنا اللي حنا نتكلم عنهم دائم بإيضا الله وجهك يا عوض شكرا لك